إذن بسم الله الرحمن الرحيم دائما مع دروس الحماية إذن لنقدم بعض التمارين أو فرد محروس رقم واحد حل فرد محروس إذن سنقوم بتعرف على أنواع المالوير أو أنواع البرمجيات الخابطة من خلال هذا التمارين إذن سنذهب هنا إلى وحدة الخاصة بالحماية الإلكترونية ثم سنذهب إلى أحد البرمجيات لاحظ تيب دون معلومات ستسمح إذن نأخذ هذا التمارين إذن سنقوم بتكبير الكتابة ومحاولة إجابة على هذا التمارين سنقوم بتكبير الأشياء إذن يا بسم الله على بركاته الله لاحظ إذن سنقوم إن شاء الله بمحاولة الإجابة على هذا السؤال يمكنك توقيف الفيديو يمكنك توقيف الفيديو والإجابة على هذا السؤال إذن يرجى كل خانة ملؤها بأحد الخيارات التالية كما قلنا تدكيل رونسوموار يعني برمجيات الخبيثة التي تطلب الفيديا إذن غالبا ما تقوم بتشفير ملفات المستعمل وطلب من المستعمل أن يعطيها فيديا مقابل إرجاع المعطيات أنفاغ وعبارة عن تطبيق يقوم بنسخ نفسه والانتشار عبر مواقع كبيرة في الحاسوب يمكن أن يصل حتى للبوت يعني البوت سيكتر الخاص بالقرص الصلب الذي يقوم بتشغيل منظومة التشغيل سكار الفزاء سكار الفزاء يعني برمجيات التي تتير الفزاء فيروس معروف برمجية خبيثة هدف معين تدمير بعض الأشياء أو نقل بعض الأشياء يعني عندما تصفح الأنترنت وتظهر لك بعض الإعلانات الغير مرغوبة وعندما تظهر على أحد النوافذ تظهر لك نوافذ أخرى يعني شوفال دو تخوا يعني يعني عندما تقوم بتحميل أحد البرمجيات المعروفة ولكن وسط هذه البرمجية هناك برمجية خبيثة تحميل مثلا تطبيق لقلعة الموسيقى ولكن وسطه يوجد فيروس مثلا روتسكيت ومحاولة التحكم في الحاسوب وأخذ كلمات المرور وجعل المخترق هو عبارة عن Administrator of the System إذن نشوفوا إحبا القرام إذن يمكن أن تتوقف في الفيديو وإجابة إذن ننسان نتقل إنشاء الله اللهم بركات الله سنبتسى دي أمين الأسفل إذن يمكن أن تتوقف في الفيديو生مي لفضيلة راسترقشن إذن واحد برمجية خابية لا تمكنك من الوصول إلى مطاياسك مثلا ومالفاسك يجب أن تطلب من المستعمل أن يؤدي مبلغ من المال لإزالة الوصول لتمكن المستعمل من الوصول إلى معلومية إذن هنا مدى ما طلب طلب قدر من المال فهذه عبارة عن فيدية والفيدية هي رونسوم وبالتالي الجواب سيكون رونسوم إذن هنا يمكننا أن نكتب مثلا واحد لاحد واحد إذن استسمح هنا يعني رونسوم يعني عبارة عن فيدية أحباء الكرام هنا الجواب رقم واحد مالوار يستطيع على مستعمل يوفر مستعمل يعني مالوار تستعمل تثبت في المنظومة وتعطي أحسن وصول للحاكر وبالتالي هنا يعني يصبح أفر أنكسي بريفيليجي يعني ولا ضمين وبالتالي هذا النوع هو روتكيت وعلى إثنان إذن هنا واحد إذن هنا إثنان لاحظ لأن روتكيت أحب الكرام عبارة على البرمجيات الخبيثة التي تجعل من الحاسوب مملوك من طرف شخص آخر يعني يتحكم بكلمة المرور يتحكم بكل شيء هذا ما يسمى روتكيت الجانب والاحد المنظومة هو ملوكي تيضح بسطل الإجتماعي على الإجتماعين ، أيضاً للمؤمن. يمكن باعتد الإساعدات الكثير مع الإنتبار لأعرف الصلاة . يوضع النساء ، رائعه ، وهو هؤلاء غير أساعدت الشكل ، إذن هنا سيكون الفزاع يعني SCAR in English SCAR WHERE يعني هنا الثالثة إذن الخيار الثالث هنا هنا يكون SCAR WHERE هنا يكون OROTS KITS هنا يكون رنسوم وير voilà voilà إذن un malware qui tente de convaincre les utilisateurs de divulguer des informations sensibles يعني تطبيق بإقناع استدراج وتصيد المستعمل اللي يعطيها مجموعة من المعطيات الحساسة التصيد إذن تسمى بالفرنسية أمثوناج التصيد إذن هنا الرابع إذن سنقول الرابع هذا ما يسمى بتصيد المستعمل يجعل المستعمل يعطيه بعد أشياء أمثوناج voilà إذن هذا هو type de malware موجود الحب الكرام un malware qui affiche généralement des fenêtres contextuelles agassantes adjacentes pour assurer des revenus à son noteur باش النهو يعني تطينا وافد نصية وإشهارية لزيادة مداخل صاحب صاحب الإشهار أو من يعمل للشركة لإشهارها لإشهار متوجاتها هذا ما يسمى publicitar publicitar voilà إذن هنا سيكون جواب خمسة هنا publicitar يعني إذن هنا خمسة واحد ثلاثة أربعة خمسة المالوار utilisée pour recueillir des informations sur un utilisateur يعني برمجية خبيطة تقوم بتجميع المعلومات تجميع المعلومات يعني تجميع المعلومات المستعملين ما وإرسالها بدون إشهاره إلى جهاز آخر وإلى حساب آخر وإلى مستعمل آخر هذا ما يسمى بدون علمه يعني جمع المعطيات بدون العلم تجسس إذن التجسس سيكون هو الإسبيوناج إذن ما كانت هنا تكون هنا إسبيون وإلى خيار آخر جوجة أربعة هنا جوجة أربعة ستة ثمانية سعود ستكون لدينا خيار هنا إسبيون اسمح لي هنا بشأن إسبيون سيكون أربعة السادس إسبيون يعني يعني إسبيون هنا أربعة 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 سيكون سيكون لدينا خيار سيكون أربعة 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 سيكون سيكون هناك يوجد مستقبل جيدة ويوجد زيان كذلك ويجب أن يكون الشركات في الأمور يعني تستطيع الى هذا يتحدث في الوزيسيل هذا هو الشوكة الضوال الضوال على وعلى. إذن سننتقل إن شاء الله هذا يسمى أن شو فالدو 3 معروف أحب الكلام السابع. ستسمح إذن هنا الرقم سبعة. رقم سبعة. إذن شو فالدو 3. رقم سبعة. إذن هاته. الابارنس دي نوتر شوز. نوتاما. إذن فشي لجيتم يعني يتطبيق أو ملف قانوني ولكن بداخله سوف يكون سوف يكون سوف يكون مالبين هذا ما يعني الحصان التروى هذا. هنا المالوار كي إكزيكوت دو كود أربترار ينستل دي كوبيل ويمام دون لا ماموار يعني يوطبق بعض المرمجيات العشوائية وعلى ينستل ويقوم بإعادة تثبيت ويقوم بإعادة تنفسيه دون لا ماموار دو كوبيل ويماموار يعني يأخذي دكرة الحصوب اللي وقع الهجوم عليه. الابارنس دي كوبيل ويماموار يعني يتطبيق بإعادة تقاطر 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 سيبقى آخر خيار هو الفيروس أحبا الكرام أن بروغرام مالفيون كي إكزيكوتين فونكسون سبيسيفيك دين الفيروس عند واحد لواضيفة محددة ولكن تتطلب تدخل المستعمل عندما يضغط مثل المستعمل على يوسب إكستر. إذن هذا يسمى انفاروس والا عادية انفاروس وهو التاسع الخيار التاسع. إذن شكرا على انسباهكم وإلى اللقاء أحبائي الكرام في الفيديو المقبل. ترجمة نانسي قنقر